ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله رفقة شخصين آخرين ينحدران من مدينة شفشاون ضبط من طرف دورية لعناصر الشرطة القضائية كانت في جولة روتينية بأحد أحياء المدينة حيث تم رصد سيارة متيرة للشهبهات مما دفع العناصر لتعقبها وحال توقف السيارة المذكورة واجه السائق عناصر الشرطة بكونه دراكي عسى ذلك يفلته من عملية التفتيش لكن ارتباك المذكور ومرافقيه جعل العناصر الأمنية تصير على تفتيش السيارة ليتم العطور على حوالي 19 كيلوغراما من مخدر الشيرة مخبأة بعناية في تجاويف العربة وفور تبوت الجرم قامت العناصر الأمنية بتوقف الدراكي ومرافقيه واقتيادهم إلى ولاية أمن وجدة لتعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث كشفت التحقيقات أن المذكور يعمل بسرية الدراك الملكي بمدينة شفشاون